القبائل المعارضة لمطاومة الأمير عبدالقادر ثانياً الزمالة والدواير السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات با الزمالة والدواير هي خالط بين البربر والعرب كان لهم جاه تخدم للبي وقد كان رجال القبيلتان يلوذون بالبي محمد فاتح مدينة وهران ومحررها من الإسبان ولما اشتاح البلد الطاعونة واخر القرن الثامن عشر خيم البي في ظهر معصر وخرج الناس لخروجه فعين هؤلاء الخدم وأنزلهم في دائرة خيامه فسموا دواير تم عين آخرين لحمل أثقاله وأثقال عساتره فسموا الزمالة مع مرور الزمن نالت هذه الأخيرة حظا وافرا عند الآترات فقط كانت هذه القبائل في عهد الفرنسيين تخضع للأمير عبدالقادر وتدفع له أموال الزتات وضرائب الجهات لكنها دابت على افتعال المشاتر ورفض الطاعة والامتثال للأوامر والتعليمات التي تصدر عنه فكانت أكبر معضلة للأمير بالغرب الوهراني كانت أكبر معضلة للحاج أحمد باي في بيلة الشرق خاصة عائلة فرحات بن سعيد وعائلة بعزيز بن قانا أخواله كانت هذه القبائل تقوم بإمداد الفرنسيين بالمؤمن بصورة دائمة الأمر الذي اعتبره عبدالقادر خيانة تستحق الموت مما دفعوا إلى تهديدهم بالعقاب ومصادرة أملاكهم ومواجههم واعتقال زعمائهم ومحاصرتهم مدة 13 لكن هذه الفترة تعدت السنة مما دفع بهم إلى اللجوء إلى الجنرال تريزيل وطلب حمايته وأعلنوا عزمهم الخضوع له والدخول تحت طاعته فاستغل الأزمة وأرسل تتيبة من جنوده لنجدة الدوائر والزمالة تربط ريتم صغارا في السادس عشر جوان 1835 ميلادي ووطع الطرفان معاهدة تحوي 11 مادة وتعلنوا على أن الدوائر والزمالة أصبحوا رعاية فرنسيين أي تحت الحماية الفرنسية وهو أمر خاطئ للغاية لأنه يسمح لجيش الاحتلال التوسع في المناطق الخاضعة للأمير أمر يتنقض مع بنود معاهدة ديميشال في إفري 1834 ميلادي فقام الأمير بجمع جيش من الحشم والغرابة وبانو عامر وعسررهم فدارت ريح الحرب بين الفريطين ودام القتال من أول النهار إلى المساء ومن بين الشخصيات المعارضة للأمير مصطفى بن إسماعيل وهو أحد شيوخ طبائل المخزن حيث رفض الخدمة تحت سلطة الأمير قائلا بأنه لن يذهب أبدا وهو ذو لحية بيضاء ليطبل يد صبي وتتبى الجينيار بول عظام بشان زعيم الدواير وتان يطرد ذاية الزمان الذي تان يأتي فيه هذا الصبيل وهران ويتناول الطعام مع خدمه وتلك الظروف التي أنرضه منها إلى أنه أذعن وذهب لرؤيته في مخيمه حيث وجده منشغلا بالاستماع إلى بعض الناس من عامة الشعب ولكن عبدالقادر الذي تان يعمل هؤلاء الناس بطبيعته لم يطاطحهم في التلام ليستقبل الزعيم الدواير وشعر مصطفى بإهانة ترامته وطال مخاطبا إياه بما أن هؤلاء الذين تانوا بالأمس خدمه أصبح لهم الحق في أن يتتلموا في حضرتي ويعلو صوتهم على الصوت فإن يرسموا بأن وجهه لن يطابل وجهة أبدا ولم يرتفي مصطفى بهذا بل أعلن الولاء والاستسلام للجنرال لوزال مطابل دفع مئة ألف فرانك عربون على إخلاصهم فإستعمل التهديد والضرب والتعذيب حتى حصل على جزءا منه نردن والجزء الآخر ماس وجواهر وعندما عقد الأمير معاهدة التافنة مع الجنرال بيجو في الثلاثون ماي 1837 ميلادي رأى في هذا الآخر تهديدا لمصالحه وامتيازاته حيث أرغمهم بصيفة عامة لقباء المخزن والخضوع مجددا لسلطة الأمير عبدالقادر وهذا ما يظهر جليا في الرسالة التي وجهها في صيف 1837 ميلادي إلى الجنرال ليتان عبر فيه عن موقفه بما يلي كيف وطع الصلح بين عبدالقادر والجنرال بيجو وعطاه بلادنا وهران التي لا يعرفون حدودها ونحن نحو سبع سنين نقاتل الناس عليها واليوم حين أتينا إلى حرمتها وفرت على إذناننا ونعلمك بأخبار الصالح لا نريده وفي رسالة أخرى من نفس السنة يحتج مرة ثانية على إبرام معهدة التافنة بهذه العبارات الحمد لله إلى عظيم الروم واليوم نعلمك بما فعله بيجو مع عبدالقادر إصلاح معه وبلادنا هذه نحو سبع سنين ونحن نتاتل الناس عليها واليوم أعطى بيجو بلا أمرنا كما حذر مصطفى بن اسماعيل في رسالة أخرى في السادس والعشرون هو 1837 ميلادي من نتائج المعاهدة التي سمحت للأمير ببصط نفوذه على سهول وهران وخلاصة القول أن ابن اسماعيل انزعج من رؤية فرنسا تنحاز إلى جانب ابن محي الدين وانزعج أرثر من رؤية أنفسهم مهددين بضايا الغنيمة التي كانوا يعولون عليها من وراء تعاملهم مع العدو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد شكرا للمشاهدة